يحل فريق الوحدات ضيفاً على النجم اللبناني في لقاء هام للفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تفاصيل أوفا في التقرير التالي سعياً منه لتحقيق حلم جماهيره في الظفر بلقب طال انتظاره غادرت بعثة فريق الوحدات إلى العاصمة اللبنانية بيروت والهدف هو تكرار الفوز على مضيفه النجمة ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الأسيوي العراقي عدنان حمد مدرب الوحدات يريد العودة إلى عمان بنتيجة إيجابية تبقي سجل الفريق خالياً من الهزائم حتى الآن والمضي قدماً في البطولة الوحدات سيدخل اللقب باحثاً عن تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام صحم العماني بهدف لكل فريق الكتيبة الخضراء تمتلك العديد من لاعبي الخبرة كعامر شفيع وحسن عبد الفتاح بالإضافة إلى النجوم المتألقة في الفترات الأخيرة ومنهم منذر أبو عمارة وبهاء فيصل بالإضافة إلى المحترف الفلسطيني أحمد ماهر من جهته فريق النجمة يسعى لتعويض ما فاته من البطولة والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل الفريق اللبناني يضم العديد من اللاعبين الجيدين وأبرزهم أكرم مغربي ونادر مطر ونيكولاس كوفي الوحدات سيضمن التأهل للدور قبل النهائي في المنطقة الغربية قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات إذا فاز على النجمة وخسر منافسه لمحرق البحريني أمام صحم العماني في نفس اليوم حيث ينفرد الوحدات بصدارة المجموعة بثمانية نقاط من أربع مباريات يليه لمحرق بسبع نقاط ويحتل صحم المركز الثالث بأربع نقاط بينما يقبع النجمة في المركز الرابع بثلاث نقاط وافق الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأخير مبارته أمام فريق الجيش السوري والتي تقام يوم بعد غدا لمدة ساعة واحدة وأعلن النادي الأهلي أن الاتحاد الأسيوي أبلغه بموافقته على إقامة مبارته أمام الجيش السوري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد عمان بدلا من الساعة الخامسة مساء كما كان مقررا سابقا وأكد المدير الإداري لفريق النادي الأهلي أحمد البيطار على أن تأخير المباراة لمدة ساعة جاء بناء على رغبة الأهلي بإقامة اللقاء في وقت مناسب لإيطاحة المجال أمام جمهوره لحضور المباراة وتشجيع الفريق من المدرجات حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بحثا عن المنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدور الثاني من البطولة استمر برشلونة بملاحقة متصدر الدور الإسباني بعدما فاز على ضيف ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين تقدم لين المسي بهدفين لبرشلونة في أول سبع وثلاثين دقيقة وقلص المدافع سامويل أمتيتي الفارق بالتسجيل في مرماه بالدقيقة الثالثة والأربعين وأعاد باكو الكسير بديل الموقوف نيمار التقدم لبرشلونة بفارق هدفين عندما سجل في الدقيقة الرابعة والأربعين قبل أن يقلص بريتو الفارق من جديد لسوسيداد بعد دقيقة واحدة وبهذا الفوز رفع برشلونة رصده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بدأ فريق كليفلاند كفالييرز حملة الدفاع عن لقبه بفوزه في أولى مبارياته في البلاي أوف على فريق إنديانا بيسرز بـ 109 نقاط مقابل 108 نقاط المزيد في التقرير التالي قاد لبرون جيمس نجم كليفلاند كفالييرز فريقه للانتصال الأول في سلسلته أمام ضيفه إنديانا بيسرز في التصفيات النهائية من دور كرة السلة الأمريكي بـ 109 نقاط مقابل 108 نقاط الربع الأول انتهى لمصلحة حامل اللقب فريق كليفلاند بـ 34 نقطة مقابل 29 وواصل لبرون جيمس ورفاقه التألق في الربع الثاني بـ 32 نقطة مقابل 30 الربع الثالث شهد تنافسا قويا بين الفريقين قبل أن ينتهي بتفوق أصحاب الأرض بـ 26 نقطة مقابل 25 إنديانا بيسرز عاد بقوة في الربع الأخير وكاد أن يغطف الفوز بعد أن أنهى الربع متفوقا بـ 24 نقطة مقابل 17 نقطة لبرون جيمس كان نجم المباراة الأول بتسجيل 32 نقطة و13 تمريرة حاسمة فيما أضاف كيري إيرفينغ 23 نقطة أخرى على الجانب الآخر كان بول جورج الأفضل في فريق إنديانا بتسجيله 29 نقطة وفي لقاء آخر حقق فريق سان أنتونيو سبيرز فوزا كاسحا على ضيفه منفيس بـ 111 نقطة مقابل 82 الربع الأول شهد تفوق منفيس الأول والأخير في اللقاء بـ 30 نقطة مقابل 25 قبل أن يعود سان أنتونيو لأجواء اللقاء ويتفوق في الربع الثاني بـ 27 نقطة مقابل 19 نقطة الربع الثالث واصل فيه نجوم سان أنتونيو التألق وأنهو الربع بـ 32 نقطة مقابل 15 نقطة قبل أن يحسم اللقاء في الربع الأخير بـ 27 نقطة مقابل 18 نقطة ترجمة نانسي قنقر